مقومات الحياة التي استهدافتها إسرائيل ما الهدف من استهدافها؟ الهدف هو أن تستطيع إسرائيل تغيير الديمغرافيا في قطاع غزة عملية التهجير ليس بالضرورة أن يكون تهجير قصري أن أدفع الناس عبر الحدود لكن بعد انتهاء الحرب سيضطر الكثيرين من أهالي قطاع غزة إلى البحث عن حياة في مكان آخر لاستحالة الحياة وسيكون هناك تأخير متعمد من إسرائيل في الإعمار ولن يكون مجانا سأكون له ثمان سياسة سأكون لديه مشهد دفعا إلى هذه اللحظة أنه استحالة الحياة في قطاع غزة أن المواطن الفلسطيني لا يجد أي مقاومات حياة داخل القطاع أشوف أنا أقول لك المؤشرات من الآن وده مش إعلام يعني مش عفوا مش الدعاية مش بروبوغاندا هذا حقائق تحدث الآن بعض الدول الآن تحت عنوان بين حماس وإسرائيل صراع بين حماس وإسرائيل يعني مش فلسطين حماس وإسرائيل بتدي فيزا وتتيح الفيزا لمرحلة ما بعد الحرب وده جزء من النهج الأمر الآخر إسرائيل تفاوضت مع قبرص على خط بحري بين قبرص وبين غزة خط البحري الآن المعلن عنه أنه بهدف إنساني نقل المساعدات إلى قطاع غزة لكن ما الذي يضمن أنها لن يتحول هذا القط البحري في المستقبل كوسيلة للنقل والسفر؟ من الذي يضمن ذلك؟ طبعاً وفي أمور كثيرة من المهم من المهم أن ننتبه إليها بخلاف ما يتم الحديث ما بين الناطقين العسكريين والمباراة التي تحدث في إظهار القدرات العسكرية هو ما النتائج المترتبة على هذه الحرب سواء على إسرائيل أو حتى على الفلسطينيين وهذه النتائج من المهم حسابها وتقييمها لأنه هي من ستترك أثراً على حياة الفلسطينيين في المستقبل وستبقى البطولات وستبقى قدرة الفلسطينيين على المقاومة نعم محل إعجاب وتقدير وتقييم عالي لكن أيضاً يجب أن ننظر في نظرة أخرى إلى النتائج المترتبة على هذه المعركة الكبيرة